السلام عليكم بقى لنا فيديوين بنتكلم عن التركيبات والزراعة وإيه اللي أحسن فيهم ولو خلعت درسك لازم تعوضوا ليه في الفيديو ده بقى بإذن الله هقولك أنت تكون فعلا محتاجة تعمل تركيبة وأنت تكون فعلا محتاجة تعمل زراعة الفيديو ده مهم لأن ممكن في أي وقت تفقد درس من درسك وتلاقي نفسك محتار ومش عارف تعمل إيه فاخد المعلومات اللي هتخليك فعلا واخد قرارك إن شاء الله ومرتح نفسيا وعارف أنت فعلا محتاجة تعمل إيه قبل ما تسمع فيديو ده عايزك تعرف حاجة مهمة جدا وهي أن شكل أسناني غير شكل أسنانك ظروف الفم عندي غير عندك فالخطة العلاجية دايما الدكتور هو اللي بيحطها مش حضرتك أنت بس يكون عندك معلومات ومساقف فلما الدكتور يبدأ إشرح لك تكون فاهم كويس هو بيقولك إيه لكن خليك عارف ومتأكد أن الدكتور دايما هو اللي المفروض بيحط خطة العلاج اللي مناسبة لك أنت اللي بتختلف تماما عن أي حد تاني مش حضرتك اللي بتكون بتشخص بقى حالتك وبتاخد قرارك من نفسك والكلام ده لأ مش معنى كلام اللي أنا بقوله إنك تبقى كده خالف لأن في ناس كتير خلاص بيفكروا بقى إن هم كده عرفوا معلومات كويسة فأصبحوا دكترة فهو رايح للدكتور اعمل لي ما عرفش إيه لا هو موضوع مش كده في حاجات كدير جدا بتأثر على الخطة العلاجية وبتخلينا نختار حاجات معينة زي إيه بقى زي اللي هشرحه لكو دلوقتي في الفيديو في يوم من الأيام وأنا في العيادة لقيت اتنين إخوات واحد اسمه لطفي والتاني اسمه محي اللي اتنين كانوا خلعين الدرس رقم 6 في الفك السفلي تمام واللي اتنين محتاجين يعوضوه فبعد الكشف والفحص والتشخيص قلت اللطفي يا لطفي حضرتك محتاج تركب تركيبة ثابتة هو ده الابشن الكويس بالنسبالك وقلت المحي يا لختك يا محي انتهينفع نعملك زراعة وهي الحل الأمثل بالنسبالك تعالوا بقى نعرف ليه قلنا كده اللطفي وليه قلنا كده لمحي تمام بس بعد الانترو دي متعدي خلال الانترو بقى هيا ما تنساش تقوم بسبسكرايب للقناة علشان تتفرج على كل الفيديوهات اللي جاية بسنال لطفي ده يا جماعة هو واحد من السبع أشخاص اللي أنا هقولك عليهم دلوقتي يعني واحد ممكن يكون عنده حاجة من السبع حاجات اللي هقولك عليهم دلوقتي وبالتالي منكون مضطرين أو يفضل بالنسبالهم انهنا نعمل لهم التركيبة الثابتة أول حاجة لطفي ده ممكن يكون شخص خالق الدرس رقم 6 لكن عامل للدرس رقم 5 والدرس رقم 7 اللي اتنين معمول فيهم علاج جزور أو حشو عصب والتنين محتاجين ان هما يتعمل لهم كراونز أو تلبيسات علشان ما يتكسروش زي ما اتفقنا ان الدرس اللي بنعمله حشو عصب المفروض ان بنعمله تلبيسة تمام لو كان يعني متأكل منه جزء كبير فهو محتاج يعمل تلبيسة فعلا للدرس رقم 5 أو للدرس رقم 7 اللي هو الدرس اللي قبل واللي بعد الدرس اللي مخلوع تمام وده بيكون موجود طبعا عند بعض من الناس وفي نفس الوقت ليس معي بقى فلوس تكفيه ان هو يعمل كراونز من زركونيا مثلا للدرس ده والدرس ده وفوق كده كمان يعمل زرعة للدرس اللي مخلوع التكلفة هتكون كبيرة شوية ففي الحالة ديت حل كويس جدا لي ان هو يعمل تركيبة عشان هو كده فعلا هيدرب عصفورين بحجر واحد ازاي بقى لما يعمل بريتش أو تركيبة هو كده فعلا غطى بالتركيبة ديت الدرسين اللي كان عمل لهم حشو عصب يعني عمل لهم تلبسات وبالتالي حافظ عليهم انهم ما يتكسروش وفي نفس الوقت كمان عوض الدرس اللي كان مخلوع صح؟ يبقى هو كده ايه عمل كل اللي هو عايزه بحاجة واحدة بس وبتكلفة قليلة كمان مش بتكلفة كبيرة صح؟ تمام تاني شخص ممكن يكون واحد ممعهوش تكلفة اصلا خالص كافين هو يعمل زراعة ولا حتى يعمل تركيبة غالية او نضيفة من الزيركونيام وبالتالي الحل الامثل اللي الوحيد اصلا المتاح لي هو ان هو يعمل تركيبة من البرسلين معدن على برسلين وبرضو ديها تنوع مش شرديق قوي ومش وحش بالنسباله يعني لو جينا نقارد مثلا ما بين ان هو يقعد من غير تركيبة خالص ويسيب الاسنان تميل ويحصل مشاكل اللي كلمنا عليها في الفيديو اللي فات وما بين ان هو يعمل تركيبة من البرسلين او المعدن على برسلين لا يعمل احسن تركيبة للمعدن على برسلين لو التركيبة دي معمولة فعلا كويس واصلة لحد اللازها كويس ومقفلة كويس واخد حقها في كل حاجة سعادها طبعا بيكون رخيص وفي نفس الوقت هتعيش مدة طويلة جدا معاشر خمستاشر عشرين سنة واكتر كمان بتخدم فبقه كويس ومعوضت درس اللي مخلوع وشكلها حلو وبيقدر يكل عليها والدنيا زي الفل تمام تمام الشخص بقى رقم تلاتة والشخص رقم اربعة اللي اتنين دولت واحد كان عنده اصلا تلبسات قديمة ومتهلكة في الدرس رقم خمسة والدرس رقم سبعة فمحتاج كده كده يغيرهم فخلاص هيشيل بقى تلبستين القدام اللي وحشين دول ويعمل بالمرة مرة واحدة كوبري تمام واحد او بريتج واحد يعود الدرس المخلوع ويغير التلبستين القدام المتهلكين الشخص التاني هو انه ممكن يكون اصلا عنده برضو الدرس رقم خمسة والدرس رقم سبعة معمول فيهم حشوات عادية بس كبيرة جدا فالدرس دي ضعيفة ومحتاجة ان يتعمل لها كراون برضو فبرضو ممكن يعمل البرتج وزي ما اتفقنا في معظم الحالات اللي فاتت انه ما معهوش تكلفة كافية انه يعمل زراعة ويعمل تلبيسات الاتنين على الدرسين اللي قبلوا واللي بعد الدرس اللي مخلوع اتمنى تكونوا فهميني ومركزين معايا ومشتيهين مني رقم خمسة بقى هو ممكن يكون شخص خلع من زمان جدا من قديم الازل فالعظم حصل فيه دمور بشكل كبير جدا لا يسمح اطلاقا بان احنا نعمل زراعة ولا حتى نحط بداية العظم ولا اي حاجة فيه ناس بتيجي كده فعلا فدولات خلاص احنا كده مضطرين ان احنا نعمل التركيبة وهي الحل الوحيد اللي قدامنا بنعمله بقى تركيبة من الزركونيام او حاجة كويسة جميلة بتبقى زي الفل هو ده الحل الكويس بالنسباله وبيبقى تمام اخر واحد بقى وهو الشخص رقم 7 ممكن يكون عنده الدروس اللي قبله اللي بعد الدرس اللي مخلوع فيهم اتريشان يعني ايه اتريشان يعني فيهم تآكل بسبب مثلا ان هو كان عامل تركيبة فوق من الزركونيام او البرسلين وكان بيضغط جامد على الدروس اللي تحت فالدروس اللي تحت بقى الضعيفة وفيها تشققات ومعامول فيها كمان تآكل فكده كده لازم هتتعامل لها كلاوين وتتغطى علشان ما تتكسرش فخلاص كده كده هيغطيهم فيعمل البريت دول كده تقريبا معظم السيتيويشنز اللي احنا ممكن نضطر فيهم ان احنا نعمل تركيبة بدل الزرع اخر واحد كمان ممكن نعمله تركيبة وهو شخص كان خلع برضو من زمان وفضل فترة من غير ما يعمل اي حاجة فالدروس اللي قبل واللي بعد ميلت جامد جدا فالمكان الفاضي اللي في النص ده لا يسمح ان احنا نحط زرع ودرس ما يكفيش فاحنا مضطرين ان احنا اصلا نعمل تلبيس على الدرس اللي قبل واللي بعد علشان نعدلهم التلبيسة هتعدل للدروس ديت تمام لما الركب تلبيسي منركبها بطريقة معينة وبنبرد الدروس بطريقة معينة فمنعدل الدرسين دول ومنقدر نوفر مكان سواء بقى نزرع فيه او نعمل بريدج تمام كده احنا خلصنا معظم السيتيويشنز اللي ممكن نضطر ان احنا نعمل فيها تركيبة ثابتة نيجي بقى للشخص المحظوظ اللي كان اسمه محي واللي قلنا له ان انت هتعمل زراعة محي ده بقى لسه خلع درسه من شهر او شهرين او حتى سنة تمام والعظم عنده لسه كويس بجودته ما حصلش فيه دمور ودنية جميلة فنعمله زراعة رقم اثنين بقى ما عندهوش اي امراض زي الضغط او سكر او اي حاجة مش متحكم فيها ودنية عنده كويسة وما عندهوش اي امراض تمنع ان احنا نعمل زراعة محي جمان عنده الدروس اللي قبله واللي بعد الدرس المخلوع سلام جدا وكويسين وما فهمش اي حاجة تضطرنا ان احنا نعمل لهم تلبيسات فنعمل زراعة افضل محي برضو ممكن يكون واحد معاية تكلفة كافين هو يعمل زراعة او يعمل كمان معاها تلبيسات للدرس اللي قبل واللي بعد لو معه فلوس اخر حاجة محي ده شخص عنده المساحة بتاعت الدرس اللي مخلوع زي ما هي والدروس ما ميلتش فاقدر يحط الزراعة بكل اريحية وبكل بساطة شفت بقى الاتنين اخوات والاتنين خلعين نفس الدرس لكن الخطة العلاجية اختلفت ما بين ده وده علشان كده دايماً خلي عندك ثقة في الدكتور اللي انت بتتعامل معاه هو بيكون عارف وفاهم كويس وعارف كل الظروف المحيطة بالمكان ده وبيختارلك فعلاً الحاجة اللي بتناسبك انت تمام لان اللي يناسبك مش لازم هيناسب كل الناس التانيين احنا كده خلصنا الفيديو ده واتمنى يكون عجبكم واتمنى تدعموا القناة وتدعموا للفيديوهات اللي بنعملها بلايك كتير علشان لايك دي معناها كلمة شكراً للمحتوى والتعب والمجهود والوقت اللي مبزول بشكركوا كلكم وبتستندونا بإذن الله في الفيديو الجاي واللي هنتكلم فيه عن هنتكلم بقى عن شوية حاجات حلوة يعني انا محضر لكم كده بإذن الله كذا فيديو طبعاً كان فيه كورونا بقى وفترة حظر فاستغلينا الموضوع في ان احنا منعمل شوية فيديوهات هتفيدكم بإذن الله الفترة اللي جاية هنعمل بإذن الله فيديو عن اللومينير وهنعمل فيديو عن غسول الفم نستخدم ايه وهنعمل برضو كمان فيديو بقى فيديوهات كتير شوية عن الزراعة نتكلم فيها بالتفصيل ونبدأ بقى سلسلة التقويم الطلب التاريخي لكل الناس بتطلبه في كل فيديو وفي الكومنتيات هنعمل بقى بإذن الله عنه شوية فيديوهات كويسة برضو فعشان كده ياريت تشترك في القناة وتفعل زر الجرس واستنوني بإذن الله في الفيديوهات اللي جاية أشوفكم على خير مش هننسى نصلي على النبي فالله ما صلي وسلم على نبي أنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم كان معكم عبد السلام محمد وإلى اللقاء اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة